هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفتوا بالعنوان هذا رح يكون هو الفيديو الثاني بتحديث هالوين 2023 واليوم وأخيرا يا أصدقائي رح أخبركم عن أماكن جميع صناديق تحديث الهالوين لهذه السنة طبعا يا أصدقائي الأماكن تبع هالصناديق تبع هالتحديث كثير صعبة فتابع معي الفيديو لحتى تعرفوا أماكنها وطبعا يا أصدقائي بليز لاش نسي دعموا هذا الفيديو بكثير لايكات وأيضا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وبس هسا يلا نبلش فلاتس جو سو تمام في البداية أصدقائي عدد صناديق هالتحديث رح يكون هم ستة أوكي طبعا بحثت وبحثت وبحثت وأخيرا لقيتهم في بعض منهم مخفي وفي بعض منهم عم يبين وفي بعض منهم أماكن هم ما تختار على بال العفريت حتى فطبعا أول صندوق موجود في مدينة الروبوتات أو أصلا كل هاي الصناديق الستة موجودة في مدينة الروبوتات طبعا الصندوق الأول أعتقد كلكم حصلتوه لأنه هو الوحيد اللي واضح مكانه أول ما دخلت على التحديث أنا مثلكم لقيت صندوق هذا بوشي فهذا هو الصندوق الأولان يا أصدقائي روح أخذوه وراح يكون جواته هاي البلوزة اللي كثير 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 بتجنن تعالوا يا أصدقائي أستخدمها هسا لاتس جو في الله نستخدمها آآ ويت في شكلها كثير واضح بيجنن طبعا يلا ننزل تحت شفا وينها أوكي أعتقد رح تكون آخر شي درون آخر التحديثات أيوة هي هاي شفتو أوه طالعة كثير بتجنن لكن يحتاج لها تتقيم غير اللي أنا عامله بالأساس فأوكي البلوزة كثير حلوة في الله أرجع هذيك الماضية القديمة عشان لازم أتقم وأسوي كم شغلة لو أريد ألبس هذيك البلوزة من جد طبعا هسا وريتكم مكان الصندوق الأولاني وطبعا شفتو يا أصدقائي لما أخذته بدل ما يطلع ليه هذا أول صندوق طلع ليه هذا الثالث صندوق بالتحديث ليش يا أصدقائي طبعا تابع معي الفيديو لحتى تعرفوا ليش لأنه في بعض الصناديق يا أصدقائي باختصار حصلناها في تحديث الظلام وفي تحديث النيازك فطبعا هاي محسوبة كمان مع هالتحديث فعشان كذا طبعا رح أقول لكم بعد شوي مين هي هاي الصناديق اللي محسوبة مع هالتحديث لحتى تعرفوا إذا أنتو أخذتوها ولا لا وكما رح أوريكم أماكنهم فكل شي رح نلقاه بهذا الفيديو فقط شاهدوه بالكامل طبعا الحين تعالوا أوريكم باقي الصناديق الجديدة بهالتحديث طبعا الصندوق الثاني هو مخفي أوكي ولحتى تأخدوه لازم تستخدموا مشية البيبي ولأتوقع موجودة عند كل اللاعبين فيلا يا صدقائي نستخدمها وناخد الصندوق لاتس جو فحلو بعد ما تستخدمونها يا صدقائي شوفوا رح تستخدمون مشروب طاقة أو أي شي يعني بسيط يعني ما يحتاج بالضبط يكون بدل أو مكنسة فأنا رح أستخدم مكنسة عشان أوفر الوقت فالصندوق يا صدقائي باختصار رح يكون فوق هاي اليقطينة أساسا واضح منه بس شوي شفتو موجود داخل هاليقطينة تمام؟ يلا هستا نقفز وناخذ الصندوق شفتو؟ أوكي أخذته الحين أعتقد رح يكون فيه ثلاث جواهر صح فيه ثلاث جواهر يا صدقائي رح تساعدكم عشان جمعون جواهر رؤس شرون أغراض التحديث في أسرع وقت وبدون تعب أوكي هس يا صدقائي تعالوا أخبركم عن مكان الصندوق الثالث الجديد الموجود في تحديث الهالوين تبع سنة 2023 هذا الصندوق يعني صراحة سهل وصعب نص نص أوكي رح تلقون الصندوق يا صدقائي داخل بيت القذر أوكي ادخلوا على بيت القذر الموجود بمدينة الروبوتات وهلق أكيد رح تتساءلون وين رح تلقون الصندوق ما بين هال ثلاثة غرف الموجودة هنا هل هذه أو هذه أو هذه والإجابة باختصار رح تكون هي هاي الثانية الوسط أوكي طبعا الصندوق رح تلقونه يا صدقائي داخل هاي الخزانة سو اضغطوا فتحوها هيك أوكي وبعدها نقفزوا زي كذا وخوضوا الصندوق ورح يكون جواته 800 كوينز حلوة رح تساعدكم هاي عشان جمعون الكوينز حقه التحديث بأسرع وقت هس يا صدقائي تعالوا أخبركم عن مكان الصندوق رقم أربعة الموجود بالتحديث فلتس جو طبعا إحنا مرة قريبين للحين على مكان الصندوق رقم أربعة لأنه رح يكون جوات الموية أو البحر في الله يا صدقائي تعالوا ديروا بالكم لا تسقطوا ورح ننزل شوي شوي سو رح يكون هو بالحاف هيك الجانب في يعني لازم ناخذه وبعدين نسقط مو إنه نسقط ونرجع نعيدكم كل شي من البداية أوكي شفتوا شفتوا هذا والصندوق رقم أربعة وهس يلا ناخذ الصندوق مع إنه أحذركم حاولوا لا تسقطون أوكي زي كذا أوكي أخذتها من المرة الأولى أو طلع السهل أكثر مما توقعت ففيه يا صدقائي أوجواتي ثلاث جواهر حلو ستلاحظت إنه سناديقة به التحديث فيها كثير جواهر كمرة ستعطيكم كوينزات قليلة لكن أغلب شي جواهر وكمان عطتنا بلوزة حق الملابس هس يا صدقائي تعالوا أخبركم عن مكان الصندوق الخامس الموجود في التحديث أوكي هو الموجود في المدرسة يلا يا صدقائي طبعا المدرسة يا صدقائي لو ما تدرون فيها ممر سري هو اللي قلسي لكم عليه بإيميل يوم الثلاثاء فبهذا الممر السري هناك موجود الصندوق فتعالوا يا صدقائي ناخذه وأوريكم حتى وين هو هذا الممر السري ستجوا على هاي الغرفة اللي بيها المأكلات حقه الطلبة طبعا هنا رح أبلي لكم كل شي عادي طبيعي لكن شفتو تيرا هون في ممر سري بس يعني في ممر هيك أو جدران شفاف في الله نكمل طبعا ما موجود صندوق هنا فتعالوا نكمل بعد اوك ويت اوك دخلت هسا فدخلنا لهاي الجهة هسا رح ندخل كمان على هاي الجهة بعد فتمم يا صدقائي هذا هو الممر السري اللي قلت لكم عليه حارفين هناك كل شي بالمقلوب فممكن تتساءلون يا صدقائي ورح نلقى الصندوق يعني بأي غرفة أو بأي فصل بالضبط باختصار رح تلقونا بهذه الغرفة هي الأولانية حتى وطبعا هذا هو الصندوق يعني مكانه مره واضح حتى بكاكسيم حطيته يعني هيك بالمقلوب ورح يكون جواته 800 كوينز اوكي رح ينفعكم عشان تجمعون كوينزات بأسرع وقت وبعدها تشارون أغراض التحديث فهس يا صدقائي اخذنا بالمجموع خمس صناديق اي انه هسا ضعلنا بس صندوق واحد هو الأخير اللي رح يكون في هذا التحديث طبعا يا صدقائي تعالوا هسا أخبركم عن مكانه ووين رح تلقونا طبعا هسا خرجت من الممر السري الموجود بالمدرسة وهذا الممر يا صدقائي طبعا بإيميل يوم ثلاثاء قلت لكم رح يكون مخصص لذول الأشرار اللي بيحاولون يتجسسون علينا ويسرقون من الخلاطات والدروس اللي رح تعطينا إياها الساحرة ناصنا فش تقول على الفعاليات وهي الأشياء اللي مسويتها بيكاكس دي في هالتحديث وربي أشياء خرافية يعني ما ملت أنا هسا من التحديث يعني مو نفس المعتاد حتى اليوم يعني دخلت لبيكاكس دي كثير مرات فطبعا الصندوق الأخير يتقاي نفس ما قلت لكم ورح نلقاه بالاركت ها وببداية الفيديو يتذكرون لما قلت لكم في صناديق رح نكون أخذناها من قبل في التحديثات المادية واللي هي تحديث النيازك أو تحديث الظلام وهذا هو الصندوق يا زقاي اللي كنا تقريبا أخذناه فيلا هسا أرجع أكرر لكم مكانه وين رح تلقوه وناخذه من جديد أوكي فرح يكون جوات اللعبة تعد الحيوانات طبعا الصندوق موجود هنا وطبعا نفس ما عارفين إحنا كولياتنا الصندوق بيعطيكم بدلة الفضاء القطعة تبع الحذاء فهذا هو نفس ما قلت لكم يعطيكم الحذاء طبعا هذه هي جميع السناديق يا أصدقاء الموجودة في هذا التحديث فيعني بعد هيك ما فيه وبس يا أصدقائي هذا هو فيديو اليوم لا تنسوش تدعموا بكثير لايكات وتشاركوا بالقناة وتفعلوا الزر الجرس وأيضا انشروا هذا الفيديو مع جميع أصدقائكم لحتى الكل يستفاد فهذا الفيديو كثير مهم لللاعبين وانتظروني فيديوهات كثيرة خلال هذا التحديث وأيضا كتبوا لي أفكار لأي شيء حابين ننزله على القناة وبس مع السلام و باي باي السلام